حسين سلسلة من الغارات اليوم عشرات الغارات تحديداً طالت جنوب لبنان إن كان في العمق الجنوبي أو في بلدات حدودية ولكن المشهد الأبرز يبقى لليوم السابع على التوالي في بلدة عيت الشعب منذ دقائق شنت الطائرات الحربية ثلاثة غارات متتالية على هذه البلدة وبالتالي اليوم نكون أمام عشرات الغارات التي كانت استادفت هذه البلدة تحديداً تزامناً مع قصف مدفعي لا يتوقف واشتباكات بالأسلحة الرشاشة مستمرة لليوم السابع على التوالي يعني لا تزال هذه المحاولات لدخول هذه البلدة مستمرة أو بالتحديداً بلدات عيت الشعب راميا والقوزة هذا الثلاثي أو هذا المثلث من البلدات الذي يحاول الإسرائيليون دخوله ولا يستزال الاشتباكات مستمرة بينهم وبين مقاتلي حزب الله الذين يقومون بالتصدي لهذه المحاولات إن كان برشقات صاروخية أو بالمدفعية أو حتى كما قلنا باشتباكات بالأسلحة الرشاشة اليوم حزب الله قال بأنه استادفتجمعاً أيضاً من جنود إسرائيليين كانوا في محيط هذه البلدة تم استهداف دبابة مركافة في ثقنة زرعيد بصاروخ موجهة هذه الثقنة هي مقابلة تماماً لبلدة راميا وبالتالي تبقى هذه الاستهدافات وهذه الاشتباكات مستمرة في أكثر من موقع إسرائيلي تم استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين كي لا يدخلوا إلى البلدات الجنوية رغم أن هذه المحاولات استمرت في أكثر من نقطة في بلدة كفركلة التي كانت أولى محاولات الدخول الإسرائيلية إليها والتي في الفعل دخل الإسرائيليون في معبدأ الإعلان البري إلى محيطها وبعدها تراجعوا اليوم أيضاً قاموا بالدخول عبر بوابة فاطمة على الجدار الفاصل ولكن تم استهدافهم أيضاً برشقة صاروخية بحسب ما أعلن حزب الله أيضاً يبدو بأن هذه المحاولات مستمرة من بلدة مارون الراس حيث اليوم تم استهداف لمرتين تجمعات لجنود إسرائيليين في مستعمرة أفيفيم التي تشرف عليها هذه البلدة عيت الشعب ومارون الراس حسين هما من أبرز البلدات التي يحاول الإسرائيليون دخولها لما تحملها هذه البلدات من رمزية سياسية وعسكرية عيت الشعب منها أسر الجنديين الإسرائيليين في حرب 2006 لذلك لها دلالات سياسية وعسكرية بالنسبة لإسرائيل ومارون الراس كانت في حرب 2006 استمرت فيها المواجهات لعشرة أيام متواصلة وبعدها انسحب الإسرائيليون في تلك الحرب وبالتالي بالفعل هناك إصرار على دخول هذه البلدة لما تحملها أيضا من دلالات سياسية أو من رسائل ومعنى سياسي وعسكري أيضا كانت هناك محاولات في أكثر من نقطة لسهدافات رشقات صاروخية استمرت بالانطلاق من جنوب لبنان باتجاه الداخل الإسرائيلي وصلت إلى صفض وإلى حيفا باستهداف قواعد إسرائيلية وتجمعات أيضا لجنود إسرائيليين في تلك المناطق إلا أن عملية إطلاق المسيرات باتجاه منزل نتنياهو حتى هذه اللحظة لم يتبنها حزب الله حزب الله أعلن عن عشرين عملية ولكن ليس بينها اليوم هذه العملية التي لم يتبنها رغم أن منذ يومين كان أعلن المكتب العسكري لحزب الله أو غرفة العمليات عفوا لحزب الله بأن سيشهد أو أن الحزب دخل مرحلة جديدة من المواجهات وأنها ستأخذ هذه المواجهات منحا تصعديا لذلك قد تكون هذه العملية من إطلاق مسيرات هي أحدى وجوه هذه التغييرات في العمليات لذلك تستمر طبعا إطلاق هذه الرشقات إلى الداخل الإسرائيلي والاستهدافات طبعا للمواقع على الشريط الحدودي مقابل عشرات الغراط التي كانت شنة اليوم إن كان على الشريط الحدودي أو البلدات الحدودية أو في العمق الجنوبي أيضا مع الإشارة إلى استهداف اليوم شبكة المياه في منطقة العرقوب في وادي شبعة ما أدى إلى انقطاع المياه عن كل قرى العرقوب وبعض قرى قضاء حصبية في إطار سلسلة أو مواصلة الاستهدافات لكل الشبكات الأساسية من مياه وكهرباء في المناطق الحدودية